منطقة سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل واحدة من مناطق عديدة تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين مثل ما حدث ليلا عندما هاجم عشرات المستوطنين هذه المنطقة فأطلقوا الرصاص الحي ورشقوا المواطنين بالحجارة ما دفع المواطنين للتصدي لهم بصدورهم العارية اعتداء اللي صار باره اعتداء جديد ممنهج من المستوطنين المستوطنين يريدون تفريغ الأرض من سكانها لصالح المستوطنات ما بدهم يكون ولا أي بني آدم موجود على هاي الأرض بدهم فرغوها طبعا احنا صدنا لهم كأهل قرية تصدنا لهم وصدناهم وبعد احنا ما صدنا لهم تدخل جيش الاحتلال لانه جيش الاحتلال كان في الواد ظل سايب المستوطنين معنا احنا تشافنا اننا صدنا لهم تدخل في النقاط الاخيري نبارح تفجعنا في المستوطنين بقوات كبيرة هراء للمنطقة لاجتياح السكان فتصدنا لهم في الليل وكما اطلق احد المستوطنين هنا سكان معا اغنام بتحجج برعات الاغنام فاطلق المستوطنين على الشباب تبعنا لو لا رعاية ربنا والحمد لله يعني نجى شبابنا من هذا اطلاق الرصاص فتصدنا لهم ورجعناهم لو كورهم تدخلت قوات الاحتلال متأخرا دائما يعني تيجي في فترة متأخرة وانية بتساندهم يعني بالضال حماية لهم كثف المستوطنون في لاوينة الاخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين واملاكهم في مسافر يطاوبات يشكلون عصابات منظمة تخطط لهذه الاعتداءات وتنفذها نحن في هذا الموقع الذي يتعرض لانتهاكات طبعا جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تقوم بعمل ممنهج من أجل الاعتداء على هؤلاء المواطنين القاطنين في هذه المنطقة هناك اعتداءات متكررة أيضا على سكان مناطق مسافر يطا هناك عمليات تجريف للطرق المؤدي إلى تلك المنطقة من أجل قطع هذه المنطقة عن الوطن الأم أو عن مدينة يطا هي حرب يشنها الاحتلال على المواطنين في هذه المناطق ويهدف من خلالها إلى تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم قصرا لتكون لقمة سائغة للمستوطنين الذين يتمددون ويتوسعون فيها من مسافر يطا جنوب الخليل عزمي بنات تلفزيون فلسطين لطرق تماماً